اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن فوز فريق باريس افسي الفرنسي بشعار فيكتوريس البحرين على ديجون في الدور الفرنسي للدرجة الثانية عامل المهم في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الجهود البارزة التي يبذلها الفريق محل تقدير واعتزاز خصوصا أنه يحرص على تحقيق الانتصارات بشعار فيكتوريس البحرين والذي أصبح محط الأنظار مشيرا سموه إلى أن الفوز على ديجون سيزيد من رغبة اللاعبين في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والدخول بقوة في دائرة المنافسة على الصعود وتمنى سموه التوفيق والنجاح لفريق باريس افسي الفرنسي بشعر فيكتوريوس البحرين في مباريات الفريق المقبلة